السلام عليكم صباح الخير وصباح النور وصباح السعادة والي هنا تصير عليكم جميع اشخباركم اموركم هنية كانت تمنى تكونوا باخر وعلى خير وبيئة مصطحة اليوم ان شاء الله سنتشرك معكم راتين صباحي كله طاقة وحيوية اليوم الخميس صباحات الضبابة والجودية قلت صافي اليوم سوف نصاب الرفيصة ويلا هون تحدى والعقز والشتاء والضبابة والبرد والنود ونشقعوا ونوجدوا الوليداتنا وكل سخونة والديدة وكيف العادة نبدو بالصلاة تعالى نبينا عليه افضل الصلاة والسلام وكيف ما كتشوفوا بصراحة رفيصاجاتك تشهي وبسم الله اهنا بديت معكم من الصالون فانا نقيتو المهم جمعت ودوزت الطابة ومسحت الدار سبقتها بالزربة حيث بغنصاب الرفيصة وانا هي كنوريكم الجو مضبب وشتكت نشغيب واحد شوية هكا رقيقة صافي ودخلت الكوزينة نجمعتها تهي وبدت ندوز واحد المسيحة خفيفة على البوطة سوف نمسحه ونمسحه كالكوزينة ونبدو على بركته الله في الرفيصة فاليوم فقط بكري سوف بديت حيث الدجاج من المجمد هي تبغيت نصاب الرفيصة وخشيته في واحد البانيو فيه الماء دافي باش ضغيية تطلق ورقت العدس في الماء طايب سبقتهم هما الولا بديت صوبت الفطور الوليداتي باش يمشي ويقراوا وبعد مامشى وصافي زربت على الدر جمعتها باش نتهنه حيث تعوى لنصاب الرفيصة شوية كتشد الوقت سوف يسربيت الدر عدخلت الكوزينة سوف يبعد ماما كملت هنا نوجد معكم الرفيصة بسم الله على بركتي الله سوف نحتاج واحد المعلقة كبيرة ديال الحلبة مغسولة ونحتاج كأس ونص ديال لعنبا ديال العدس مرقضة في الماء طايب من الصباح بكري وثلاثة ديال البصلات وواحد الكريكيبة ديال التومو وعندي في التوابل الكوركم أي الخرقوم معود مطحون وشوية القصبور حبوب وشوية ديال ايبزر والميل حسب الضوق وواحد تولوت ديال الضيمة ديال الزعفران وعندي سكين جبير هو والخرقوم ورس الحانوت مع القصغيره عمره مزيان من كل واحد فيهم وعندي واحد شوية ديال زعفراندرتوف الماء طايب وعندي واحد الحزيمة ديال قصبور ومعد نوس واحد جوج ديال الفصوص ديال التومو محكوكين واحد الرويس ديال مع القصغيره ديال السمن وهنايا خضيت نص الدجاجة بلدية ممكن تديروا دجاجة وممكن تديروا غير دجاج الرومي المهم اللي كان عندكم تقضيو به وخضيت واحد الماندارين بصراحة الماندارين كيف تدجاج نعصر واحد الماندارينة صغيرة على الدجاج اللي بغن طيبه دائما إلا إلا نسيت عندما كان نديروش أما الأكثرية وكي يأتي لديد أكيد الدجاج ديالي فهو مغسول من قبل بالحامض والملحة المهم بعد مما عصرت الماندارينة فوق الدجاج اصدت واحد البصيلة من هدوك ثلاثة ديال البصيلة تمشلدة اصدت من قبل البصيلة نسكأس زيت ناباتية مخلطة مع زيت زيتون عزت التوابل وغنزد رأس مع القصغيرة السمن فأنا عندي سمن الحيل سوف نضيف دوك جوج الفصوص ديال تمو المحكوكين وغنزيد الماء طيب فأنا غنروي به المهم غنزيد غير واحد القياس ديال الماء ونخلي حتي تشحر الجاج باش يتشرب لنا التوابل مزيان غنزيد الزعفران اللي بقي ليا شوية إلا ما كانش ما تديروش المهم عندي انا واحد شوية ودرتو المهم ممكن تكتافي غير بالعطرية وضويمة ديال الزعفران فوق البوطة ونخليه يتبخ مزيان يتشحر باش يتشرب لنا التوابل كيف ما كتشوفو ها هو تشحر المهم دائما نقضي وبدك شي اللي عندنا ما نكلفوش على ريوسنا قلب نص ديال الدجاجة وبديت خديت واحد الموس وبديت كنتك كنتقب مزيان الدجاج باش كتدخله شرمولة ونهي كان وضع حتي ما ديال قصبور ومعدنس وغنزيد المعلقة كبيرة الحلبة كتكون منقية ومغسولة ونزيد جوج بصلات اللي باقي اللي يمشن فيه صافي غنروي غنغطي الجاج بالماء طايب ونصد الكوكوت خليتها تحتك تخرج ذاك البخار عاد كندير صفارة باش كنتأكد انها ممخنوقاش صافي ومريت باش نصيبوه ان شاء الله لمسمن ديال الرفيسة غنتشرك معكم طريقتي بصراحة كيجي بها رقيق هنا يا عندي خمسة ديال الكوكوس ديال طحين ديال الفورس طحين ابيض وعندي جوج ديال الكوكوس ونص ديال طحين ديال القمح اللي كان كون طحنها علي ديال مهم كان نكون مغاسله وديته لطحونه تطحن صافي كان نغربله وكان حيد من نون خاله وكان استعمله ودرت الملحه على حسب الضوق وواحد الكريكيبا ديال الخميرة المعجونه قد الحمصه المهم اختيارية فانا درتها باش المسمن ديال تريد ما كيدرش المهم كتساعد انه حتى المسمن ضغيه كيترخف ده ببار دلحال ولو ما بغيتو جديروها بلاشتا انا ما كنديرهاش دائما صافي بديت كنجمع العزين ديالي بالما ادافي اكيد غنعجنوه مزيان حتى كي بديت ترطق تحت ديالي حيث ما عنديش الوقت خاصني نوجد الغدا في الوقت باش يجيوا الوليدات من المدراسة يلقاوه موجود يتغدا و باش يرجعوا يقراوه والله يصلحوا وليداتنا جميع و ما تنسونيش خواتات يومياتي زوينة الفنات من واحد اللايك واشتراكوا ببارتاج للفيديو و تعليق فتعليق كتفرحني و شكرا لكم على التعليق ديالكم الزوينة الله يجازيكم بالخير واللي كتمناسي حاجة في خطرها يربي تحققها لها يربي تيستر امورنا جميع واللي مريض الله يشافيه وهنا كيف ما شفتو فانا كان اجل و كنزيد الماء الدافي مرة مرة حتى كان اجل العجينة ديال المسمن مزيان و هنا يصفي كملت هذا هو القوام ديال العجين المهم ما كتجيش قاسحة و ما كتجيش مرخوفة بزاف و وضعتها في واحد البلاستيكة ما خليتها اشترتاح بزاف ما كملاش عشر ديال دقيق صفي و رجعت معاكم كندهال البلاطو بزيد نباتية و غا نبدأ في العجين نبدأ نشكل كورات يكونوا قد القريقية يكونوا صغيرين المهم نبدأ على بركتي كما تشوفوا فالعجين وخه مرتاح بزاف و كندهني بزيد نباتية و نبدأ نشكل كورة ديال العجين سوف نستمر نكمل العجين ديالي كامل كورات صغر قد القرقعة و نرجع معاكم و هنا اشكلت العجين ديالي كامل كورات صغر كندهنهم بواحد شوية زيد نباتية من الفوق و هنا نبدأ على بركتي الله نترك معاكم الطريقة ديالي كندير في المسمن ديال الرفيصة المهم كان ناخد واحد الكورة الاولى و نبسطها واحد شوية و ناخد ثانية نغطسها في الزيت المهم عندي هنا طحين مع الفينو قد قد جهد واحد مع القاكبية مقببة من طحين الفينو و عود ثاني مع القاكبية من طحين الفورص خلطهم مزيد في الطبيسيلة نبسطت معاكبية بصدي و نضيف و نضيف و نبسطهم ب الجوجو و نضيف و نضيف كورة نضيف و نضيف سوف نستخدم مباشرة نستخدم كل جوج نستخدم سطح العمل بزيت نباتية سطح العمل نستخدم 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 Wise نستخدم نستخدم تتم خلال مباشرة كيكون بقي سخون هادي النصيحة التانية خصكم تحلوه ما حدو بقي سخون باش كيتحليكم بسهولة ما كيعدبكمش هانتو مضغية كتتحل هاو مدوك الجوجة تتحلو كيجي رقيق وكيجي زوين فأنا كنفضل أنا نحمرو شوية كين اللي كيبغي يخليه بيض أنا لا كنبغي نحمرو هكا كيعجبني بحل هكا سافي غير كيطيب وكنهزو كنحطوه في الطبصيل أكيد غنحطوه في المنديل ديال الخبز غنبدأ نطويه ونحطوه في منديل ديال الخبز نغطيه وهنا يجيت عودتاني كنبسط وحدة أخرى طريقة سهلة ودائما كنركز على الجوانب بهذا الشكل صافي بعد مما كانبسطها كنهزو نحطوه في المقلب شوية وبالنسبة لمبتديئات اللي ما كتعرف شكا كتهزو كتعواج لها ولا شي حاجة ممكن أنكم تديروا ورق الطبخ تاخدوا ورق الطبخ وتقيسوه على الدائرة ديال المقلة ديال المسمى ديالكم المهم تصيبوه على شكل دائرة صافي وتبدأ وتبسطوه فيه كدهنوه بالزيت وتبدأ وتبسطوه فيه وبعد مما تبسطوه المسمى ديالكم على شكل دائرة على ذاك الورق ديال الطبخ صافي كتهزو من تحت الورق ديال الطبخ وكتحطوها فوق المقلة صافي وكتحيدو ذاك الورق أو تاني وتبسطوه فيه وحدة أخرى صافي حتى كتكملو المهم على حسب الرغبة ديالكم هذي فكرة وصافي المهم كنكمل كيف ما كتشوفه معايا غير كيتحمر وكنقلبه فهو كيتنفخ جاني كامل كيتنفخ وضغية كيتحل ما محنيش بصراحة ضغية ضغية كملته صافي بعد ما طابت كيف ما كتشوفه كناخد كله وحده بحلاكة كنطويها ونحطها صافي كنطويها على جوج ونعود نطويها صافي ونحطها وكنغطيها بالمنديل ديال الخبز ونبقى مستمر راحتين كميل الكيمية اللي اندي ديال المسمن وهنا يا رجعت للدجاج غنشوفه واش طاب حيث خليت العدس بوحده هو اللي باقي ليه صافي غير قصته بالمعلقة وتقطع يعني صافي راه الدجاج طاب على راحته دابا غنزيد هاد الكريكيبة ديال التومة وردو البال بالنسبة لهاد الكريكيبة كيكون فيها الطراب او اللاسميتو من دك الجدر ديالها ضروري تنقيوها مزيان وتغسلوها عاد باش تستعملوها صافي وكنزيد العدس ونزيد نمرق الجد فاش غير طيب ليه اللي عدس الموهم راه من بعد كنت زدت الماء كان خاصني من بعد ما تشرب عو تاني لعدس الماء زدت الماء باش يبقى ليه البلول باش غنسقي المسمن ديال الرفيسة وهنا يا فأنا بديت كان قطع بالموس كيف ما كتشوفو المسمن ديال الرفيسة كيجي فن كيجي رائع هانتو ما كيجي بهذا الشكل وده بغى نبدأ نقطع معاكم نوريكم الطريقة اللي درت انايا فتقطع وممكن تقطعوا بالمقس لكن عندكم وهنايا كان ناخد واحد الكيمية باش نسربي وكان بدأ نقطع بالموس يكون شوية ماضي باش يسربيني وكان قطع شوية رقيق بهذا الطريقة بصراحة ضغية هالطريقة ضغية تقطعوا كيمية كتيرة وهذا الكيمية اللي تشاركت معاكم انايا اليوم فهي كتكفي الخمسة ديال الاشخاص حتى يشيت شوية فهي كفاتنا هاد الكيمية اللي كان دير كتكفينا وكيشيت شوية صافي هذا هو الشكل ديال المسمن ديال التريد بصراحة كيجي رائع كيجي زوين بزاف كنت مننا تجربوه صافي وكنكمل بنفس الطريقة حتى نكمله كامل وهنايا صافي قطعته كامل هذا هو الشكل دياله ورجعت هنا يلدجج صافي لعدستاب المهم عدت تفكرت فهي من الأول كنت بغى نقول لكم اللي حاملة ما تدير لحلبة ولا مساخن الى تشهات الرفيصة تصيبها بيدون مساخن والحلبة فالمرأة الحامل ما خصشتها كل مساخن وري حكته صافي غنبدأ على بركتي الله انا كنوريكم لعدستاب فانا ضقت الملحة والقيتها هيا هادك صافي غنبدأ ان شاء الله على بركتي الله هنحط الغذيوة ديالنا صافي وبديت كنحط كنقدمها فهد القصيعة بصراحة شهيوة في النار يحتاجت شهي وديل هاد البرد وشتانيت ولكنتو اول مرة كتشوفوا قناتي ما تنساونيش من تشجيعاتكم وتعاليقكم زوينة وشكرا لكم وهنا يبقى كنقدم في الرفيصة بصراحة كتجي في فنة فجو الوليدة تنيت من المدراسة صافي وحطيت ليهم يتغذى في الوقت وهذه هي الرفيصة ديالنا اللهم أدمها علينا نعمة وحفظها من الزاول كنتمنى تجربوها بتعجبكم ونكون خفيفة ضريفة على قلوبكم واللي كتوحة متسمح لي وهنا يا بعد ما تغذينا فأنا خرجت ولدي باش يمشي للمدراسة شتاكت صب وشتاكت نسنس الله يجيبها على قد نفع ولجو وغزال وهنا يا مني طلع ترجعت للدار بديتك نصور لكم شتا فيديو دياليوم كيوصل للنهاية ديالو إلى اللقاء شكرا شكرا